اشتركوا في القناة والتي يظهر فيها كما تلاحظون هنا جنوبة جزيرة قبرص فإنها منخفضا سطحيا متوسطيا عميقا يؤثر على أجزاء واسعة من هذه المنطقة ويتقدم باتجاه مناطق بلاد شام خلالها ساعات هذا المساء ليؤثر عليها بأمطار متفرقة ويؤثر على شمال الجزيرة العربية وعلى بلاد الرافذين أيضا في الحقيقة هذا المخفض الجوي سيكون مدعوما علويا بكتلة هوائية باردة إلى باردة نسبة وجود هذه الكتلة الهوائية الباردة النسبية والتقدمها من البلقام باتجاه مناطق بلاد الشام مع تواجد هنا كتلة هوائية شبه مدارية دافئة يؤدي لتصادم هاتين الكتلتين يؤدي لتشكل السحب الركامية وعواصف رعدية قوية مع تساقط للبرد على أجزاء واسعة هنا من شمال الرقة وقد تصل إلى شمال حلب وأجزاء من شمال إدلب تمتد هذه الفعالية الجوية على شكل حالة ضعيفة معدم الاستقرار الجوي خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثة وتمتد حتى نهاية الأسبوع لكن سيتميز الهطول المطاري خلال هذا الأسبوع مع هذه الحالة بأن الهطولات المطارية ستتركز خلالها فترات ما بعد الظهر والعصر كون الحالة أشبه بحالة من عدم الاستقرار الجوي وليس مخفض جوي جبهي حقيقي أيضا نراحظ الثلاثاء هنا على الحدود الجزائرية الليبيا تشكل مخفض جوي سطحي خماسيني يتجه بسرعة يتعمق في أجواء ليبيا ومن ثم ينتقل إلى أجواء مصر وحتى هنا مناطق البحر الأحمر هذا المخفض الجوي الخماسي من التوقع دمجة مع مخفض البحر الأحمر تشكل منظومة من الضغط الجوي المخفض الحرارية التي قد تؤثر على مناطق واسعة من بلاد الشام في حال توافر الرطوبة والبرودة تتجدد الفعالية الجوية نهاية الأسبوع على شكل فرص لأمطار متفرقة بمشيئة الله تعالى بناء على هذا التحليل تطورات غلاف الجوي نتوقع بإذن الله تعالى يكون التقسو على عموم مناطق دمشق والقنيطرة ودرعة وحتى مناطق السويداء غائما ماطرا على فترات اعتبارا من الليلة وحتى عصر الأثنين تشهد مرتفعة دمشق فوق 1500 متر تساقطات ثلجية خلال ساعة ليلة الأحد الأثنين تنخفض درجات الحرارة مطلع الأسبوع على عموم مناطق الجنوب مع نشاط نسبيا في حركة الرياح الغربية هذا وتتحول الأجواء واعتبار منتصف الأسبوع إلى غائمة جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وعدم استبعاد زخات ربيعية من المطر بالانتقال لمناطق الجزيرة السورية نتوقع بإذن الله أن تتكاثر السحب الرعدية الماطرة هذا المساء على أجزاء واسعة من الرقة حيث نحذر من عودة السيول إلى مناطق المخفضات والليموديان تمتد الهطولات المطرية لاحقا من الرقة هنا إلى مناطق الحسكة والقامشلة وعموم مناطق داير الزور في الحقيقة سيدوم زخم الحالة الجوية الماطرة على الجزيرة حتى صباح الثلاثة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وحركة رياح نشيطة نسبيا تشرق الشمس الثلاثة والأربعاء مع انتشار لبعض السحب المتفرقة والتي تنتج عنها نهاية الأسبوع زخات متفرقة من المطر هذا وتميل درجات الحرارة لارتفاع اعتبارا من الثلاثة ليكون التقس دافئا بصفة عامة والله أعلم أما فيما يتعلق تقس مناطق الشمالية الغربية والساحلية وعموم مناطق الوسط فيكون التقس غائما ماطرا على فترات مع فرص لعواصف رعدية وتساقط للبرد وذلك خلال ساعات هذا المساء على عموم مناطق السواحل وحتى مناطق إدلبا وحلبا وحماتا وحتى حمص تستمر الفعالية الجوية الماطرة بشكل متقطع في ظل خفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح الغربية تتلاشى الهطولات المطرية الثلاثة مع اشراق للشمس وارتفاع في درجات الحرارة هذا وتستمر الأجواء نهاية الأسبوع غائمة جزئيا مع تجدد فرص الهطولات المطرية الربيعية عصر كل يوم بمشيئة الله تعالى ننتقل الآن إلى تفاصيل تقصي إدلبا وحلبا وعموم المناطق الداخلية خلال قادم الأيام الأحد تكون الأجواء غائمة تتحول إلى ماطرة بعد العصر تسجل درجات الحرارة خفاض كبيرا لتلامس 15 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 7 درجات مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات متوسطة عند 20 كم في الساعة الاثنين تقص غائم جزئيا يتحول إلى ماطر عصرا تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتلامس 17 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 7 درجات مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات ضعيفة عند 10 كم في الساعة الثلاثة تقص مشمس إلى غائم جزئيا تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتلامس 19 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 9 درجات مئوية تهب الرياح الشرقية بسرعات ضعيفة نسبيا عند 10 كم في الساعة الأربعة أجواء غائمة جزئيا مع فرص ضعيفة لبعض الزخات المطارية عصرا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل 20 درجة مئوية نهارا وتصل ليلة إلى 6 درجات مئوية تهب الرياح الغربية بسرعة نشطة نسبيا عند 25 كم في الساعة الخميس تقص غائم جزئيا مع عضل الزخات العابرة تحافظ درجات الحرارة على قيمها لتلامس 20 درجة مئوية نهارا وتصل ليلة إلى 7 درجات مئوية تهب الرياح الغربية بسرعة ضعيفة عند 10 كم في الساعة الجمعة تقص غائم جزئيا مع فرص أمطار متفرقة ترتفع درجات الحرارة لتلامس 21 درجة مئوية نهارا وتصل ليلة إلى 9 درجات مئوية تهب الرياح بسرعة متوسطة عند 15 كم في الساعة السبت أجواء غائمة جزئيا مع زخات مطار متفرقة ترتفع درجات الحرارة من جديد لتلامس 22 درجة مئوية نهارا وتصل ليلة إلى 9 درجات مئوية تكون الرياح غربية عند 15 كم في الساعة ننتقل بكم الآن إلى خريطة توضح توزع الهطلات المطرية وتركمها خلال فترة الأسبوع القادم والتي يظهر فيها كما تلاحظون هنا فإن عمو مناطق الجزيرة وأجزاء واسعة من ريف حلب الشرقي هنا من منبج وحتى مناطق عفرين إضافة إلى إدلبة وحلبة وأجزاء واسعة من حمص مع دمشق وحتى السويداء تقع بين اللونين الأخضر والأصفر والذي يشير إلى هطولات مطرية خلال هذا الأسبوع وخاصة أيام الأحد والاثنين على شكل هطولات متوسط الغزارة إلى غزيرة نلاحظ أجزاء واسعة من البادية وجنوب الرقة وحتى مراطق بادية الشام باللون الأزرق هذا اللون يعطي أن الهطولات المطرية متوقعة تكون ضعيفة خلال الأسبوع القادم إذن بالمجمل ستكون الهطولات متفرقة وخاصة عصر الأيام القادمة ليكون التقص بصفة عامة خلال هذا الأسبوع مضطرباً مع حالتين ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي الأعزاء المتابعين كانت هذه أهم مميزات طقس قادم الأيام من إدلب كان معكم في الإعداد والتقديم المهندس أنس الرحمون أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته